محبة العالم لأن العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد أحبائي محبة العالم هي اللي بتمنعنا وبتحجز عن محبة الله والمشكلة الرئيسية كانت في أفسوس مثلا قال الرسول يحنى عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فانظر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى لألا أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب فإذن مشاكلة هذا الدهر ومحبة هذا العالم بتمنعنا إن نركز محبتنا للرب لأن الكتاب بقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك ومن كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك اشتركوا في القناة